ودي بداية الجزء الثاني من جولة المكتبة يلا بينا حنتكلم النهاردة على حاجات كتير منها مجموعة العرب في نهاية هذا الفيديو إنك هقول لك على إيه شروط الجيفاوي وهو سؤال بسيط جدا حسأله لك وتجاوب عليه أنا طريق وإنت بتشوف قناة كوكب الكتب على هذه القناة أنا بقدم محتوى له علاقة بالقراءة لو عايز تشبع القراءة اللي جواك وتختار كتابك اللي جاي صح اشترك في القناة فعل زر الجرس أهلا بي صف ده كله عبارة عن ترجمات كارل الزفون زل الريح ترجمة معاوية عبد المجيد كارل الزفون لعبة الملاك ترجمة معاوية عبد المجيد كارل الزفون سجين السماء ترجمة معاوية عبد المجيد دام براون الأصل دام براون الجحيم دام براون الرمز المفقود دام براون شفر الدفنشي دام براون ملائكة وشياطين دام براون الحسن الرقمي دام براون حقيقة الخديعة ملك الأشياء طارق عبد الباري بولو جويلو الكيميائي ترجمة عز الدين محمود هربرت جورج ويلز جزيرة الدكتور مورو أجاثا كريستي مبنى الرجل الميت نمط غير شائع بعض القصص ترجمة مجدي عبد المجيد خاطر مطرقة السحرات هنرتش كريمر ترجمة أحمد خارد مصطفى فتاة الرحلة ميشيل بوسي نيلوفر أسود ميشيل بوسي توماس هارس التنين الأحمر ستيفن كينج النافذة السرية ستيفن كينج كاري ستيفن كينج المسيرة الطويلة ستيفن كينج برج الظلام الرجل المسلح بول سومسون جيش قنبيز المفقود أندي واير سجين المريخ الرف ده مقسوم لقسمين النص الأولاني منه الحاجات اللي أنا عايز أراها دلوقتي على طول يعني الحاجات اللي أنا مجهاز لها القراءات القادمة على طول ده البوك ماركس بتاعتي فلاتر للإضاءة فلاتر للكاميرا ستيفن سفايج هلفع لها ترجمة يوسف نبيل ستيفن سفايج الخوف أبو بكر العيادي طفل روزماري إيرا لفين ترجمة شيرين هنائي أوديف محمد إبراهيم الجيل الثالث محمود علام سبيشال إديشن حكاية جارية مارجريت أتود والنص اللي ورا مقسوم لقسمين الجزء اللي فوق حاجاتنا خدت فكرة عنها وعايز أتكلم عليها في فيديو ساعة قراءة الدكان محمد المخزنجي خاردة القاهرة حامد محمد حامد حراق صغيرة في كل مكان جزيس رماجو انقطاعات الموت ترجمة صلاح علماني والحاجات اللي تحتيها برا التصنيف جوخة الحارثي سيدات القمر حجي جابر رغوة سوداء عزيز محمد الحالة الحرجة للمدعوكاف سعود السنعوسي نقطة صالحة سعود السنعوسي حمام الدار إبراهيم نصر الله زمن الخيول البيضاء جزء من الملهة الفلسطينية الرف ده كله بالإنجليزية وتحديدا فيه أدب الجريمة والفانتازيا ده دا فينشي كوت دام براون هارد كافر اللي هنتحدث عنها من الجنب كده عشان الجاك بتاعها ضايع دام براون انفرنو The Little Book of Big History The Vampire Diaries ستراجل الجزء الثاني أليكساندر دوماس The Count do Monte Cristo برام ستوكر دراكولا Crime and Punishment ديستايسكي مجموعة اللي جاية كلها للكاتبة الأمريكية كاساندرا كلير City of Bones limited edition عشر سنين على إصدار السلسلة سلسلة The Infernal Devices للكاتبة كاساندرا كلير الجزء الأول Clockwork Angel الجزء الثاني Clockwork Prince الجزء الثالث The Clockwork Princess نفس سلسلة Infernal Devices معمولة على هيئة مانجا الجزء الأول Clockwork Angel الجزء الثاني Clockwork Prince الجزء الثالث Clockwork Princess The Shadow Hunter Codex سلسلة الثانية للكاتبة The Mortal Instruments City of Bones الجزء الثاني City of Fashes الجزء الثالث City of Glass الجزء الرابع City of Fallen Angels الجزء الخامس City of Lost Souls الجزء السادس City of Heavenly Fire ودي السلسلة الثالثة بتاعتها The Dark Artifices الجزء الأول Lady Midnight مجموعة Stephen King Mr. Mercedes The Shining Dr. Sleep It Revival Different Seasons The Outsider Sleeping Beauties بالتعاون مع أوين كينغ وآخر حاجة في هذا الرف James Cameron's Avatar The Movie Scrapbook مجموعة ترجمات تولكن بالعربية سيد الخواتم الجزء الأول رفقة الخاتم الجزء الثاني البورجان الجزء الثالث عودة الملك عالم تولكن والأرض الوسطى أصول حرب الخاتم أسامة أبو طرابة دكتور حسين السيد الأعمال الكاملة للافكرافت المدينة التي لا اسمها لها يوميات آل سبايدر روك هولي بلاك الكتاب السحري الكتاب الأول العدسة السحرية الكتاب الثاني سر لوسيندا الكتاب الثالث صورة دوريان جري أوسكار وايل ترجمة أحمد نبيل الأنصاري لافكرافت الظلام على مدينة إنزماوس ترجمة أحمد طارق عبد الحميد سباعية نارنيا لسي اس لويس النسخة العربية المترجمة المعتمدة النسخة الخاصة سيد باك الجزء الأول ابن أخت الساحر الثاني الأسد والساحرة وخزانة الملابس الثالث الحصان وصابيه الرابع الأمير كاسبيان الخامس رحلة جوابة الفجر السادس الكرسي الفضي السابع المعركة الأخيرة عالم المتحولين صحوة الذئب توايلايت المترجمة بالعربية شفق ستيفاني مايرج جزء الأول قامر جديد الجزء الثاني الرف ده في عمل واحد لإنعم كجاجيه وبعد كده مجموعة أحمد مراد الكاملة النبي ذا إنعم كجاجيه مجموعة أحمد مراد فارتييجو تراب الماس الفيل الأزرق تسعتاشر تسعتاشر أرض الإله وأخيرا موسم سيد الغزلان الرف ده أو البوكشيلف ده في مجموعة من الكتاب اللي أنا بحب أوي أسلوبهم الأدبي بشكل غير طبيعي فأنا فصلهم مجموعة لوحدهم ولكن أولا في البوك مارك بتاعة دار كيان دكتورة خاول حمدي غربة اليسامين ومجموعتي الضخمة التي لا يستهان بها من البوك مارك من جنيع دور النشر اللي ممكن تتخيلها عودة إلى نجيب محفوظ أولاد حارتنا المجموعة الكاملة لعلايا الأسواني نيران صديقة عمرتي عقبيان نسخة مكتبة مدبولي قبل مشروط تشتريحه الطب شيكاجو نادي السيارات جمهورية كأن مجموعة مقالات علايا الأسواني هل أخطأت الثورة المصرية علايا الأسواني مقالات الجزء الرابع مصر على دكة الاحتياطي مقالات الجزء الثالث هل استحق الديمقراطية مقالات الجزء الثاني؟ لماذا لا يثور المصريون مقالات الجزء الأول؟ رضو عشور ثلاثية غرناطة رضو عشور التنطورية إبراهيم عبد المجيد لا أحد ينام في الأسكندرية الجزء الأول من ثلاثية الأسكندرية إبراهيم عبد المجيد تيور العنبر الجزء الثاني من ثلاثية الأسكندرية نجيب محفوظ همس النجوم نجيب محفوظ السكرية أصر الشوق بين الأصرين مجموعة يوسف زيدان ظل الأفع عززيل محال جوانتانامو النبطي فردقان اغتيال الشيخ الرئيس مجموعة كتب يوسف زيدان اللاهوت العربي وأصول العنف الديني فقه الثورة دوامات التدين متاهات الوه رفد ده كله باللغة الإنجليزية وتحديدا في أدب الفانتازيا دي عدسة 15-45 بتاعة الكاميرا بوك مارك كوكب الكتب المجموعة اللي جاية كلها مجموعة أساسنز كريد المقتبسة من الفيديو جيم براثرهود رينيسانس ريفولوشنز المجموعة اللي جاية كلها مجموعة The Witcher لأندريس بازويسكي The Last Wish Sword of Destiny Blood of Elves The Contempt Baptism of Fire The Tower of Swallow The Lady of the Lake Season of Storms الباك ده الدوالوجي بتاع ريد كوين وغلاس سورد للكاتبة فيكتوريا أفيارد ريد كوين غلاس سورد وجوه الباكينج في بوستر للدوالوجي هدية ودي The Witcher Library الكوميك بوكس المجمعة المجموعة اللي جاية كلها اصدار خاصة لهاري بوتر طبعا على قدين جي كي رولينج Quidditch Through the Ages Fantastic Beasts and Where to Find Them The Tales of Beetle the Bard هذه احتفالية بعشرين سنة على إصدار هاري بوتر الجزء الثاني The Chamber of Secrets Gryvindor Edition Harry Potter and the Philosopher's Stone Half-Lebooth Edition المجموعة اللي جاية كلها لتولكن أبو الفانتازيا Unfinished Tales The Cinemarion The Children of Heroine The Fellowship of the Ring الجزء الأول من ثلاثية The Lord of the Rings الجزء الثاني The Two Towers الجزء الثالث The Return of the King The Hobbit Beowulf The History of Middle Earth Volume 4 The Shaping of Middle Earth The History of Middle Earth Volume 2 The Book of Lost Tales Part 2 The History of Lord of the Rings Part 1 The Return of the Shadow المجموعة اللي جاية لجورجو مارتن بالانجليزية Wild Cards 2 The Ace's High A Game of Thrones The Game of Thrones A game of thrones, a clash of kings, a storm of swords, a feast for crows وآخر جزء من خماسية A song of ice and fire, a dance of dragons الرف ده هو الحاجة الوحيدة لمقسومة لمترجم واحد بس مش مختلط زي بقية الرفوف ذلك لان هشام فهمي بيقدم محتوى عالمي فعلا وانا شايف ان هو بيبقى قد الاسامي الضخمة اللي هو بيترجم لها وكمان هو متخصص في الفانتازيا وانت عارف ان انا بحب الفانتازيا جدا الى جانب ان هو يحسب على تلاميذ احمد خالد توفيق عشان كده الرف بتاعه مقارب بل ملاصق لي تماما الهوبت تولكن الشبح الذي جاء يعتذر كتاب مختلفين فرانكنشتاين ماري تشيلي نيل جايمن المحيط في نهاية الضرب مجموعة اللي جاية كلها اغنية الجليد والنار ترجمة هشام فهمي وليمة الغربان الجزء الاول والجزء التاني انا بقرأه في وقت تصوير هذا الفيديو عصفة السيوف الجزء التاني عصفة السيوف الجزء الاول صدام الملوك الجزء التاني صدام الملوك الجزء الاول لعبة العروش الجزء التاني لعبة العروش الجزء الاول الرفين دول ديديكيتد او مخصصين لحمد خالد توفيق العرابة اللي يرحمه وتلاميذه شيرين هنائي وتامر إبراهيم ناخد الاول شيرين هنائي ملعيب الظل زياب يولستون أصفار النهايات طغراء صندوق الدمى نيكروفيليا قبل ما نخش في الرف ده نتكلم عن الحاجات اللي هنا دلوقتي الكوسكر بتاع كوكب الكتب اللي عملته لنا صفحة برينت بلانت هتلاقي اللينك بتاعها في الديسكريبشن والبوك مارك بتاع احمد خالد توفيق حتى لا تحترق النجوم مجموعة تامر إبراهيم الجزء الثاني اللي هنا مع العراب صانع الظلام النسخة الكاملة حكايات الموتة حكايات القبل الأعمال الكبيرة في الحجم لحمد خالد توفيق موسوعة الظلام دكتور احمد خالد توفيق مهندس سند راشد دكتور تامر إبراهيم هادم الأساطير نحو موسوعة تكشف في الحقائق دكتور احمد خالد توفيق مهندس سند راشد دخيل عشاق الأدرانيين دكتور أحمد خالد توفيق دكتور تامر إبراهيم مهندس سند راشد دخيل الآن نفتح الصندوق الجزء الأول عقل بلا جسد غرفة رقم 207 الحافة حدث في الكويت هو دبتع مهندس سند راشد بس فيه مقال أحمد خالد توفيق وأنا حسبته في مجموعة أحمد خالد توفيق صراحة سبع وجوه للحب دكتور نبيل فاروق دكتور أحمد خالد توفيق دكتور تامر إبراهيم دكتور تامر أحمد محمد فتحي مهندس سند راشد دخيل محمد سامي قصتي مع اللوفر برضو ده بتع مهندس سند راشد دخيل ولكن فيه مقال مهم لأحمد خالد توفيق عن شفر الدفنشي تشيجي فارا سيرة مصورة سبين رودريكز ترجمة أحمد خالد توفيق روايات كوميكس موراء الطبيعة أسطورة المرأة الأفعة تأثير الجرادة الكتابات الصغيرة اللي فيها تجميع لتويتات العراب خواطر سطحية سخيفة عن الحياة والبشر قصاصات قابلة للحرق الرواية الطويلة لأحمد خالد توفيق السنجا يوتوبيا شعبيب مثل إيكاروس في ممر الفئران مجموعة مقالات أحمد خالد توفيق أفلام الحافظة الزرقاء لا مكانا للملل اللغز وراء السطور دماغي كده ضحكات كئيبة شربة الحج داود شايب النعناع وساوس وهلاوس الغث من القول فقاقية زغزيغ ولد قليل الأدب قهوة باليورانيوم ترجمات دكتور أحمد خالد توفيق ديرمافوريا نادي القتال شاك بولينيك تجميع مجلدات السلاسل موراء الطبيعة الجزء الأول فانتازيا الجزء الأول سفاري الجزء الأول مجموعة قصص قصيرة على أحمد خالد توفيق حظك اليوم لست وحدك رفقاء الليل أفراح المقبرة الهول أكوارل 30 www الآن نفتح الصندوق 3 قصة تكملها أنت سبع باب ESP قوز قزح دكتور أحمد خالد توفيق دكتور تامر إبراهيم الآن نفتح الصندوق 2 المتلصص الآن أفهم المجموعة اللي جاية ضخمة جدا وضخامتها لا تسمح لها انها تخش في أي ضرفة أو في أي رف من المكتبة فهي فوق المكتبة الحرفيا ده كتاب باسمه Vampire the Terrifying Lost Journals of Van Helsing انتراكتف بوك كده بيتكلم على قصة الفامبير الزريف ودي برضو من الحاجات الأثرية القديمة جدا في مكتبتي وهي موسوعة ألف ليلة وليلة الغير منقوصة الغير منقحة المجلد الأول طبعة كتاب الشعب ودي ألف ليلة وليلة طبعة مجلد كتاب الشعب لتورثوا العلوم الإسلامية المجلد التاني منافي الرب اشرف الخميسي اهواك خمس نوفيلات حول أسطورة العشق اشرف الخميسي سيرة عرب أقدمين أغاني الأصفهاني الكتاب الأول أشرف الخميسي سيرة عرب أقدمين أغاني الأصفهاني الكتاب الثاني سلوى بكر البشموري إبداعات عربية ضمن أفضل 100 رواية عربية عبد الرحمن منيف شرق المتوسط عبد الرحمن منيف أرض السواد الجزء الثالث أرض السواد الجزء الثاني أرض السواد الجزء الأول الرف ده كل بلغة الإنجليزية والحجم الأكبر فيه إنتاج الكاتب الأمريكي ريك ريوردن ولكن الأول عندنا الفولدر الهدية اللي دهولنا في ستوري تالي الإفنت بتاع إطلاق النسخة العربية لهاري بوتر في معرض الكتاب 2020 بعد كده مجموعة أن رايس فيتوريو ذا فامبير ميمينوخ ذا ديفل وعملها الأشهر انترفيو وثا فامبير بعد كده أعمال ريك ريوردن نبدأ بثلاثية كين كرونيكلز الجزء الأول الجزء الثاني الجزء الثاني الثالث The Serpent's Shadow بعد كده خماسية The Heroes of Olympus The Lost Hero The Sun of Neptune The Mark of Athena The House of Hades The Blood of Olympus بعد كده الثالثة الثانية لنفس الكاتب خماسية برضو عندي منها ثلاث أجزاء الجزء الأول باسم The Hidden Oracle جزء من خماسية The Trials of Apollo The Dark Prophecy والجزء الثالث The Burning Maze ثلاثية اللي جاية لنفس الكاتب باسم Magnes Chase الجزء الأول Magnes Chase and The Sword of Summer جزء الثاني Magnes Chase and The Gods of Asgard The Hammer of Thor جزء الثالث The Ship of the Dead دي لعبة كده على شكل هارم بتيجي مع واحدة من الكتب بتاعة كين كرونيكلز فيها أشكال الأبطال اللي موجودة في الخصة برضو لنفس الكاتب خماسية جديدة برسي جاكسون and the Olympians Book One The Lightning Thief Book Two The Sea of Monaster The Movie Edition Book Two The Sea of Monaster The Edition العادي Book Three The Titan's Curse Book Four The Battle of Labyrinth Book Five The Last Olympian لنفس الكاتب برسي جاكسون and the Greek Heroes برسي جاكسون and the Greek Gods مجموعة الجرافيك نوفلز لنفس الكاتب وهي القصة الأصلية ولكن معمولة كجرافيك نوفل The Red Pyramid برسي جاكسون and the Sea of Monaster برسي جاكسون and the Lightning Thief إبراهام لينكلن Vampire Hunter اللي جاية ثلاثية The Hunger Games لسوزان كولينز الجزء الأول The Hunger Games الجزء الثاني Catching Fire الجزء الثالث والأخير The Final Book of Hunger Games Mockingjay من أول هنا بقى لحد آخر المكتبة كلها كتب غير علمية وتحديدا متخصصة في التاريخ أحمد سعد الدين فرعون زل أوتاد تهويد التاريخ والأرض والطراث وأجذوبة الأرض الموعودة Hardcover Spirit Guide of Egypt من إصدارات مكتبة الأسرة 2000 مهرجان القرأة للجميع المصريات المصريون والحضارة دكتور حسين مؤنس عبدالوهاب المسيري من هم اليهود ومهار يهودية أسئلة الهوية وأزمة الدولة اليهودية موسوعة الأساطير والخرافات الإغريقية العربية الفارسية الهندية الصينية الأفريقية للكاتب إبراهيم سراج أشهر الأساطير الفارسية دكتور أحمد حسين بكر الحاجة الوحيدة الغير تاريخية وإن كان يغلب عليها برضو الطابع التاريخي موسوعة تاريخ الأفكار من ضمن إصدارات مكتبة الأسرة موسوعة مصر القديمة للكاتب العظيم سليم حسن المجلد الثاني مصر القديمة في تاريخ الدولة الوسطى ومدنياتها وعلاقتها بالسودان والأقطار الأسيوية والعربية الجزء الرابع عهد الهوكسوس وتأسيس الإمبراطورية الجزء الخامس السيادة العالمية والتوحيد الجزء السادس عصر الرعمسيس الثاني وقيام الإمبراطورية الثانية الجزء السابع عصر مرانتباح ورعمسيس الثالث ولمحة من تاريخ اللوبية الجزء الثامن نهاية عصر الرعمسة وقيام دولة الكهنة بطيبة في عهد الأسرة الواحدة والعشرين نهاية الأسرة الواحدة والعشرين وحكم دولة اللوبيين لمصر الجزء التاسع حتى بداية العهد الأثيوبي ولمحة من تاريخ العبرانيين الجزء العاشر تاريخ السودان المقارن إلى أواء العهد بيعنجاي الجزء الحادي عشر تاريخ مصر والسودان من أول عهد بيعنجاي لحتى نهاية الأسرة الخامسة والعشرين ولمحة في تاريخ أشور الجزء الاثناشر في عهد النهضة المصرية ولمحة في تاريخ الإغريق الجزء الـ 13 من العهد الفارسي إلى دخول الإسكندر الأكبر مصر وبه لمحات في تاريخ السودان وفارس وقصة قناة السويس قديما الجزء الـ 14 الإسكندر الأكبر وبداية عهد البطاليمة في مصر الجزء الـ 15 من أواخر عهد بطليموس الثاني إلى عهد بطليموس الرابع الجزء الـ 16 من عهد بطليموس الخامس إلى نهاية عهد بطليموس السابع مع فصل في عبادة الحيوان في العهود المتأخرة الجزء الـ 17 الأدب المصري القديم القصة الحكم والأمثال التأملات الرسائل الأدبية الجزء الـ 18 الأدب المصري القديم الشعر وفنونه والمسرح ودي كالندر زريفة كده جات لهدية من شاري بلوسمز بتاعة السنة معمولة ديكيتد للكتب كل سنة بيعملوا واحدة مختلفة ودي بتاعة 20-20 رف ده إصدارات در الرواقل أنا بحبها جداً للحقيقة ويغلب عليها الطابق التاريخي مع ده عمل واحد محمد غنيم عروش نتهاوى النهايات الضرامية للأسرة العلوية أحمد عبد المجيث حوارات مع معلم روحاني عن السلام والطمأنينة رامي رافت الناسيون العرب القصة الكاملة للتحالف لم يكتمل اللي جاي كله مجموعة وليد فكري أرباب الشر المعبودون والملعونون في أساطير الشعوب القديمة أيام من دم من كاربلاء إلى مسبحة القلعة دم الخلفاء النهايات الدامية لخلفاء المسلمين دم الممليك النهايات الدامية لسلاطين الممليك تاريخ في الظل بحثاً عن الحقيقة في مناطق معتمة تاريخ شكل تاني ويتبقى لنا عملين مش موجودين في المكتبة دلوقتي كتاب لوالد فكري وهو أساطير الأولين في تراث المسلمين والكتاب التاني افتح أنا نادية للكاتب الجميل التامر عطوى ودول في حوزة أخويا دلوقتي والهنا نقول نهينا جولة المكتبة تماماً وعدين على كتاب كتاب موجود في هذه المكتبة من الأصغر إلى الأكبر من تحت لفوق اتكلمنا عليهم كلهم وقلنا اسم الكتاب اسم المؤلف والنسخة دي عبارة عن إيه ومختلفة عن اللي موجود في السوق في إيه وصلنا دلوقتي للحاجة المنتظرة الجيفاوي على الرف اللي أنا اتكلمت عليه ببساطة شديدة جداً كل اللي مطلوب من حضرتك إنك تقول لي هذه المكتبة فيها كم كتاب أنا اتكلمت على كتاب كتاب في هذه المكتبة هتعد الكتب وتقول لي المكتبة فيها كم كتاب بالعدد وعشان ماكونش ظالم هديك ها مش خطأ تلت أعداد بس يعني لو هي فيها عشر كتب مثلاً وانت قلت تلتاشر تبقى كسبان لو قلت سبعة تبقى كسبان شروط الجيفاوي ايه؟ وايه الميزة اللي هتاخدها في هذا الجيفاوي عن أي جيفاوي تاني؟ اللي هيكسبوا معنا إن شاء الله هم خمس مشتركين الخمسة هيكسبوا بأسبقية الإجابة السليمة أول واحد حيقول الإجابة الأقرب إلى الصواب تبقى للمشاهدة اللي هو شفرج عليها والعد اللي هو عده للكتب حيختار الكتاب اللي هو عايزه من هذه الكتب اللي أنا محددها في الجيفاوي المشترك الثاني اللي هيقول نفس الإجابة السليمة هيختار كتاب آخر والتالت والرابع والخامس بمعنى إن انت كل ما تجاوب أسرع وكل ما تجاوب صح أكتر تكون إمكانية إن انت تختار الكتاب اللي انت عايزه من هذه القائمة أفضل طبعاً الكتب أكتر بكتير جداً من خمس مشتركين هم تقريباً خمسة عشر أو عشرين كتاب فأنا سيب لك إمكانية الحركة بحرية يلا الموضوع بسيط كل اللي عليك دلوقتي إن انت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتدعمني بلايك وتشاير هذا الفيديو وتنزل في الكومنتات تقول لي فيه كام كتاب في هذه المكتبة وكل ما جاوبت أسرع كل ما هتكسب وتختار كتابك اللي انت عايزه أما بقى لو عايزت تشبع القرأ اللي جواك وتختار كتابك اللي جاي صح فحيظهر قدامك على القناة دلوقتي الجزء الأول لهذه الجولة روح تفرج عليه أشوفك هناك سلام